اشتركوا في القناة وحدة مشتركة مبين جميع الفروع بدنا نركز فيها اذا طلعنا على العنوان هذه الوحدة هلقى عندي كلمة معناها انجازات ثم بعد ذلك معناها قصص نجاح اذا نحن نتكلم عن قصص نجاح وعن انجازات لكن في البداية بنا نشوف عن ايش العنوان تبع الدرس الموجود معنا يعني اهمية الانجازات الاسلامية في التاريخ اهمية الانجازات الاسلامية في التاريخ تعال نتفرج انا وياك على بعض العلماء المسلمين وانجازاتهم اول واحد ذكر ليه اللي هو جابر ابن حيان جابر ابن حيان وحدد لي انه هو ولد بورن تمام معناها ولد عام 722 ميلادي عام 815 ميلادي في البداية بيحكي لي انه العالم العربي العالم العربي ما للعالم العربي لديه العديد والكثير من الكيميائيين المشهورين والمعروفين فكلمة كيميائيين جامع كلمة كيميائي كمست وهذه الكلمة جبتها من علم الكيمياء لذلك كمست سمعناها كيميائيين وكلمة معناها مشهور او معروف اذا في النهاية وصلت لنتيجة انه العالم العربي في كثير من الكيميائيين المشهورين في تاريخه طيب انا سألتك سأقول لك الضمير اللي تحتيخط على ايش برجع على ماذا يعود الضمير اللي تحتيخط لياك تعرف انه اتس هي عبر عن صفة ملكية تعود على يعني شيء غير عاقل مفرد وبالتالي انا بتكلم في تاريخه في تاريخ ايش؟ في تاريخ العالم العربي اذا اتس تعود على العالم العربي بيقولي ولكن الشخص هناك شخص معروف فكلمة فاوندر معناها مؤسس يعني اول واحد حط اول لبنة في علم الكيمياء فاوندر من المحتمل ان يكون معناها محتمل ان يكون جابر ابن حيان اذا جابر ابن حيان هو عبارة عن مؤسس علم الكيمياء فهذه انجازات طماما هو ايضا معروف بشكل اكبر ايش الاشهره بشكل كبير وخلاه يطلع بشكل واضح اذا هون تعود على ايش؟ تعود على جابر ابن حيان اذا هون تعود على جابر ابن حيان كمان مرة هي تعود هون على جابر ابن حيان هو ايضا بنا وانشأ ست مجموعة موازين جمع كلمة ميزان شو ما لها الموازين هاي؟ شو اللي خلاها مميزة؟ which changed التي غيرت the way طريقة in which chemists بحيث كيف الكيميائيين ويد وزنوا وزنوا الاشياء ايتمز اذا كلمة ويد هي عبارة عن الفعل الماضي من وي وي يزن ويد وزن ايتمز الاشياء وكلمة رابراتوري معناها مختبر تمام؟ لم نعرف انه الكيميائيين لما بدهم يسووا تجارب بسووا عملية وزن بيوزن الاشياء الدقيقة وبهمهم انه يكون الميزان يعني so accurate يعني دقيق للغاية وبالتالي جابر ابن حيان بنى مجموعة من الموازين غيرت طريقة التي يزن فيها الكيميائيين لاشياء في المختبر طيب ايش اللي ميز الموازين تبعته؟ شو هو اللي يعني اللي ميز هذا الامر؟ his skills his عبارة عن بارسة سباجك تفصفة ملكية تعود على جابر ابن حيان تمام؟ بحكي لي موازينه موازين مين؟ موازين جابر ابن حيان could weigh تستطيع أن تزن items أشياء over أكثر six thousand times smaller يعني أصغر بستة آلاف مرة من الكيلو جرام than than الكيلو جرام يا سلام شوف الدقة في ذلك الزمان لما أنا يجيني واحد ويخترع ميزان لمختبر كيميائي يوزن الأشياء الأصغر من الكيلو بستة آلاف مرة فهذا الشيء ممتاز جداً في الزمن اللي نتكلم فيه إحنا في سنين في وقت في حقبة زمنية قديمة جداً فهذا achievement أكيد عبارة عن achievement and success story قصة نجاح ممتاز جداً تمنا الآن من جابر ابن حيان نروح الآن على علي ابن نافع علي ابن نافع أيضاً عالم العلماء المسلمين ولد متى ولد ويسمى زرياب زرياب يعني هذا لقبه زرياب خلي أعرف ليش اسمه زرياب لكن أصبره شوي بورن معناها ولد 789 في عام 789 دايد وتوفي متى 857 عام 857 طيب علي ابن نافع أيضاً معروف غير باسمه علي ابن نافع باسم زرياب أو الشحرور الطائر الشحرور بلاك برد ليش سموه بالشحرور إيش السبب؟ الشحرور صوته حلو صح ولا لا؟ إذن هو عبارة عن إشي إلو دخل في الصوت في الكلام في الغناء بيكوز يلا تعلي على التبرير واي فور اكزامبل أوكي ممكن يحكي لي والله سؤال واي واز علي ابن نافع كولد زرياب أو بلاك برد ليش سمي علي ابن نافع بالشحرور أو الطائر الأسود أو الزرياب السبب؟ بيكوز هاي الريزن هذا شو منسميه باللغة الإنجليزية منسميه ريزن شاني ريزن يعني سبب يلا هات السبب بيكوز افهيز بيوريفول بسبب صوته الجميل فويس معناها صوت بيكوز افهيز بيوريفول فويس علي ابن نافع واز كولد سمي زرياب أو بلاك برد هاي سبب تسميته بالشحرور أو الطائر الأسود أو الزرياب تمام؟ ممتاز جدا هي هو مين هو؟ علي ابن نافع إذن هي تعود على علي ابن نافع هي وازك كفتد بيوبل بيوبل معناها طالب طالب الصغير في العمر يعني في المراحل الأساسية يسميه بيوبل ما يكبر شوي بصير ستيودنت تمام؟ نحن بنتكلم في المراحل البداية صف أول تاني ثالث رابع ممكن خامس نسميه بيوبل لكن بس يكبر شوي بصير ستيودنت إذن هو كان قفتد موهوب الطالب موهوب of a famous musician from Baghdad الموسيقي مشهور فكلمة musician هو عبارة عن موسيقي الشخص الذي يستخدم الموسيقى وعنده موهبت الموسيقى وموهبته وشغله في الموسيقى من كلمة music سمناه musician musician وفامس عرفت أنه معناها إيش؟ معروف إذن هو عبارة عن طالب موهوب علي بن نافع من عائلة موسيقية من بغداد اللي هي بغداد عاصمة the capital city of Iraq عاصمة العراق and it was his talent موهبته for music في الغناء إذن it تعود على the talent of music يعني موهبة الغناء it هذه refers to the talent of music اللي هي موهبة الموسيقى so his talent for music موهبته في الموسيقى that lead him lead هي عبارة عن verb 2 وهي الماضي من lead يؤدي أو يقود لكن lead him معنىها قادته مين اللي قادته قادت مين موهبته في الموسيقى قادت علي بن نافع من هم هذه عبارة عن objective pronoun ضمير مفعول به يعود على علي بن نافع to Kurtuba قادته إلى مدينة قرطبة in the ninth century في القرن فأنا بعرف أنه كلمة century معناها قرن مئة عام hundred years okay nine التاسع C ميلادي وتسمى بال common era C اختصار لكلمة common era يعني اللي هو الميلادي امتاز ورائع جدا طيب نكمل ما تبقى he was the guest راح على قرطبة في القرن التاسع شو اللي خلا يروح على قرطبة علي بن نافع في القرن التاسع موهبته في الغناء هي التي قادته إلى قرطبة تمام وهي تعود على علي بن نافع نفسه تمام he was هو كان the guest الضيف of the أميد رولر رولر معناها حاكم أموي أميد معناها أموي إذن هو كان الضيف على الحاكم الأموي there there تعود وين تعود على كلمة قرطبة إذن هي تعود على قرطبة ها كور دو ب إذن هذه there عبارة عن شو نسميها there عبارة عن adverb of place ضرف يؤدي إلى مكان عن أي مكان أنا بأشر على المكان اللي راح عليه وين راح راح على قرطبة ممتاز جدا he was or he is the person هو الشخص هو الذي استابلش دأسس the first musical school or the first musical school school معناها مدرسة أكيد من عربها وميوزيك معناها موسيقى إذن أول مدرسة موسيقى أسسها علي بن نافع في العالم في أي مكان في قرطبة ممتاز جدا إذن أسسها في قرطبة من نركز على هذا الكلام ممتاز جدا الأندلس بلاد الأندلس إسبانيا التي كانت تحت حكم الإسلام والمسلمين في يوم ما شو كان يعمل في المدرسة الموسيقية تيتشينج يدرس يدرس ميوزيكال هارموني انسجام موسيقي انسجام موسيقي تمام كان الهارموني الانسجام والتناغم الموسيقي تمام والمقطوعات الموسيقية revolutionized يعني أحدث ثورة يعني عمل ثورة من كلمة revolution ثورة revolutionized معناها أحدث ثورة musical theory في النظرية الموسيقية في النظرية إيش؟ الموسيقية فكلمة musical معناها موسيقي وثيوري معناها نظرية إذن انتهينا من علي بن نافع نروح على فاطمة الفهري ننتقل الآن إلى فاطمة الفهري وفاطمة الفهري متى ولدت؟ ولدت early 9th century يعني في أوائل القرن التاسع في أوائل القرن التاسع تمام died ومتى توفيت؟ توفيت 880 في عام 880 للميلاد تعال نشوف شوية التفاصيل ومعلومات عن فاطمة الفهري فاطمة الفهري كانت was the daughter daughter معناها ابنت the wealthy businessman business man شو يعني؟ رجل أعمال صح ولا لا؟ إذن business man رجل أعمال wealthy معناها ثري يعني مع مصاري مع غروش إذن كانت من أسرة مرتاحة وضعها كويس أبوها رجل أعمال مع مصاري وثري she used she هذه تعود على فاطمة الفهري فأنا بديك تعرف إنه هاي اللي إحنا شايفينها هذا الضمير الشي لو سألناك سؤال ملناك what does the underline pronoun refer to؟ على ماذا يعود الضمير لتحتي خط شي بارك إنها بترجع على feminine مؤنث singular مفرد إذن هي عبارة عن فاطمة الفهري she used استخدمت her father's inheritance إرث والدها استخدمت إرث والدها to build لبناء إيش a learning center center معناها مركز وlearning معناها تعليمي يعني استخدمت إرث والدها والمصاري حتى إنها تبني إيش تبني فيهم مركز تعليمي in Faze في مدينة فاس وين موروكو في المغرب إذن مكانها حدد لإنها في المغرب في مدينة فاس استخدمت إرث والدها وفلوس والدها حتى تبني مركز تعليمي this learning center هذا المركز التعليمي شو ماله became أصبح موروكو's top university يعني واحد من أعلى الجامعات ومن أفضل الجامعات في المغرب top universities يعني أفضل جامعة في إيش في المغرب and it is وهو يكون where many students حيث العديد من الطلاب from all over the world من كل أنحاء العالم come to study بيجوا حتى يدرسوا فيه وبالتالي هذا المركز اللي افتتحت فاطمة الفهري من إرث والدها في مدينة فاس في المغرب أصبح واحد من أفضل الجامعات في المغرب وبالتالي صار في عندي كل الطلاب أو الطلاب من جميع أنحاء العالم صاروا يجوا على هذه المركز تعليمي حتى أنهم يتعلموا come to study يعني كانوا يجوا حتى أنهم يدرسوا moreover زيادة على ذلك وعلاوة إلى ذلك إضافة إلى ذلك إضافة إلى إيش إلى ذلك كانت فاطمة السستر كانت أخت فاطمة فبديك تعرف أنه سستر فاطمة السستر أخت فاطمة شو كان اسمها؟ كان اسمها مريم كان كمان في فاطمة أخت ثانية اسمها مريم بدنا تشتغل زيها وتوسع نشاطها وتعمل هيك يعني شوية شو سوت أشرفت أشرفت على بناء أشرفت على بناء مسجد الأندلس يعني كانت مشرفة على بناء مسجد الأندلس الذي لم يكن بعيدا فار معناها بعيد يعني كانت كانت تشتغل فيه فاطمة الفهري والبناء المسجد تبع الأندلس اللي كانت مشرفة عليه أختها مريم قريبين ومش بعاد عن بعض ممتاز جدا أوكي نروح الآن على الكندي شوف الآن الكندي كل اللي قرأناه في كوم والكندي عبارة عن إنسايكلوبيديا موسوعة بوليماف بوليماف معناها إيش هذا اللي بيكون متعدد المواهب والعلوم يعني من من جميع الاتجاهات ما شاء الله عليه تعالي نشوف الكندي بيهكيلي في البداية الكندي يعني ما فيش رقم تقديري لوقت ولاته بيقولي تقريبا حوالي ولد حوالي 801 يعني في عام 801 وتوفي 873 أعطاني عمر أو تاريخ تقديري لمرحلة أو وقت ولاته طيب نشوف الكندي وازف فيزيشن شوف الآن تعدد المواهب والمهارات والعلوم عند الكندي أول شيء فيزيشن فيزيشن معناها طبيب آه ما تستغرب هديكي من كلمة فيزيكس أوكي فيزيكس معناها فيزيائي فيزيسست الشخص الفيزيائي منسميه فيزيسست من كلمة فيزيكس فيزياء لكن فيزيشن معناها طبيب فيلسفر شيني فيلسفر فيلسوف طيب ماثماتيشن يعني إيش مقتص في عالم الرياضيات من كذبة ماثماتيكس كيميست كيميائي يا سلام شو كمان ميزيشن موسيقي كل هذا الكلام الكندي كان مبدأ فيه لا كمان يعني إلو دخل في الفضاء تمام وإلو دخل في علوم الفضاء هو عبارة عن إيش أسطورة وموسوعة من المعارف معناها اللي هو متعدد المهارات والمواهب هو حققه شيني كلمة اكتشافات يعني هو حقق الكثير كلمة يعني إشي عمل ضج كبيرة أقول لك مثلا يعني أجد الأخبار بطريقة هزت الدنيا هز يعني إشي إلو صدى كبير وواسع so he made حقق اكتشافات مذهلة ورايع جدا in many of these fields في العديد من هذه الميادين فكلمة هي كلمة جمع معناها ميادين جمع كلمة ميدان بقول لك حقل حقول ميادين تمام إش اللي خلاه أشهره أكثر شيء إش اللي خلاه يطلع مظبوط ويبين على الساحة العالمية His work in arithmetic or arithmetic arithmetic هو علم الحساب تمام arithmetic علم الحساب and geometry وGeometry شيء يعني كلمة Geometry اللي هي الهندسة أوكي إذن هو عبارة عن عمله في العلم الحساب والهندسة that has made him اللي خلوه most famous أكثر شهرة اللي خلاه أكثر شهرة اللي عملوا في الحساب وGeometry arithmetic أوكي arithmetic and geometry في النهاية خلنا نروح على شوية مفردات ناخدهم قبل نهاية الدرس عشان في الدرس القادم نحل أسئلة مقترحة على هذه الموسوعة الكبيرة من العلماء والإنجازات الإسلامية في عندي في البداية في هذا الجدول vocabulary الكلمة ثم بعد ذلك meaning in English تعريفها في اللغة الإنجليزية مهم جدا أني أعرف مش رح يحكي لك عرف لي إياها لكن ممكن يجيب لك إياها multiple choice اختيار من المتعدد يعطيك التعريف ومن ثم يعطيك عدة كلمات أنك أنت تختارها من حسب المناسب أو ممكن تجيني من خلال text نص أنه يعطيني مثلا هذا التعريف يقول لك إيش الكلمة المرادفة إلها في المعنى يعني مثلا بيقول لك والله the branch of mathematics concerned with numerical calculations such as addition أو ممكن يختصر لي the study of numbers دراسة الأرقام إيش العلم اللي هو دخل في دراسة الأرقام حتحكي لي arithmetic أوكي وبالتالي معناها اللي هو الحساب هيك الفكرة في هذا السؤال Geometry علم الهندس the branch of mathematics concerned with the properties يعني علم كلمة branch معناها فرع إذن هو عبارة عن فرع من علم الماثماتيكس الرياضيات الذي يختص ويهتم with the properties بإعدادات relationships العلاقات and measurement والقياس للنقاط والقطوط lines curves الإنحناءات and surfaces والأسطح جمع كلمة سطح ومعناها هندسة Mathematician هو عبارة عن شخص هي ليست كلمة mathematics so Mathematician هو عبارة عن شخص who studies mathematics خلاص لحد هنا أنت لو أنك حكيتها تكفيني وتكفي الجميع في الإجابة في أي امتحان وزاري Mathematician هو person who studies mathematics الشخص الذي يدرس الرياضيات to a very complex level لكنه حدد لأنه لمستوى عالي ومعقد لكن لغاية الأسهم تكفي في الكلمة البعديها philosopher philosopher philosoph شو يعني كلمة philosoph هو عبارة عن شخص someone تمام who studies يدرس and writes ويكتب philosophy ولكن بطريقة احترافية professionally okay professionally يعني بطريقة احترافية فإذا عرفتها من بين الأقواس someone who studies and writes philosophy professionally أي لحدها بتكفي لكن للتكمل or and undergraduate students أو ممكن أنه طالب عبارة عن إيش لسه إيش بيدرس في هذه المادة اللي هو الفلوسفي تمام physician لوقب طبيب someone qualified وعبارة عن شخص مؤهل qualified to practice لحتى أنه يطبق medicine الطب especially one who specializes in diagnosis and treatment يعني بين قسين وعبارة عن شخص طبيب دكتور لكن إذا دخل في التشخيص والعلاج لو أنت كتبت لي someone qualified to practice medicine لحد هون هذه تكفي تمام ثم بعد بوليماث ومعناها إيش بوليماث بوليماث معناها متعدل الثقافة والمواهب والمهارات سمون هو هذا lot of knowledge about many different subjects يعني شخص لديه العديد من المعرفة knowledge about many different subjects عن مواضيع مختلفة ومتنوعة وبين قسين حكياني expert in many different subjects لو أنت عرفت لي إياها ما بين قسين أيضا تعتبر صحيحة talent موهبة special ability وكلمة ability معناها قدرة special خاصة ومميزة فإنت لما يكون عندك قدرة خاصة وميزة فأنت شخص موهوب founder مؤسس the person who starts something in you خلص ولا أسهل منك تعريف ما بدوش إشي the person معناها شخص starts معناها يبدأ something in you شيء جديد فأي شخص بيبدأ شخص جديد شيء جديد أي شخص بيبدأ بشيء جديد اعتبر وتأكد هو عبارة عن founder of this يعني هو مؤسس هذا الشيء ومعناها ميزان حتى نعرف شونا كلمة scale هو عبارة عن an instrument an instrument معناها عبارة عن آلة أو جهاز تمام to measure وكلمة measure قياس يعني هو عبارة عن آلة أو جهاز لقياس weight الوزن تمام إذن هي عبارة عن an instrument measure اللي هو an instrument to measure weight حتى أن نوزن فيها ونقيس فيها الوزن وآخر واحدة laboratory اللي هو مختبر واضحة جدا room يعني ها شايف نعرف هون كمان مرة room for scientific experiments شيني كلمة scientific معناها علمي أوكي scientific و experiments معناها تجارب experiments أوكي experiments نتأكد منها هيك بهذه الطريقة إذا كلمة experiment معناها اللي هي تجارب أو ما هي أصلا تجارب وبالتالي تعريف كلمة اللي هو laboratory أروم غرفة for scientific experiments للتجارب العلمية غرفة للتجارب العلمية نسميها اللي هي laboratory مختبر طلابي أحبتي بهذه الطريقة نكون شرحنا الدرس واخدنا المفردات إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أسئلة مكثفة وشامل وواسع على هذا الدرس رح نشتغلها مع بعض حتى ذلك لحين أستودعكم السلامة ودومتم بخير كل درس المادة موجودة على بطاقات أساس 06-32-390 0-3-390 موسيقى موسيقى